السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة وصفتنا اليوم رائع جدا موراقات يجوم قرمشين للداد بحشوة يا سلام بحشوة ديال الخضر مع الخليع وعجن رائع جدا فخليكم معي قنشوفوا مقادر طريقة تحضير وفرجة ممتعة اذا على بركة الله اذا 25 جرام ديال الدقيق الفينو مع 125 جرام ديال الدقيق الفورص واحد جوش جرام ديال الخميرة والملح ونضيف الماء فالمقادر مضبوطة سنخليها لكم تحت الفيديو نعجن هذه المكونات كلها المدة ديال الخمسة ديال الدقيق ونحصل على عجين كما تشوفوا رائع جدا ومدلوك مزيان فهنا نأخذ ديكوب مينوت ونركبه فهنا ندرجيها ديال الزيمانسي وندوز فيها البصلة طبعا جيالي ندوز فيها سنختار في الوبسيون انه يجيني رقيق جدا لان الحشوة مغنطيبة كنمرر ايضا الفرفو الاحماد ثم نقلب الموس ديال ديكوب مينوت نجيها لكي تغابي وندوز خيزو دائما كننغابي رقيق لان الحشوة مغنطيبة فنبات ما نغابي هذه المكونات كلها فندوزها في البنية كويسون او في شبكة نضغط عليها باش تقطر الماء مزيان لانه هاد الماء غدي خسر لي العجينة الى البقاء كنقشي الى القصبر ومعدنوس ونضيف باقي المكونات اللي هي الخضر ثم نضيف التوابل فهنا كنسم بالتوابل اللي عندي او اللي متوفرة عندي سنون كنضيف الملحال كامون شوية الفرفر الاحمر وشوية البزار الهريسة طبعا ونضيف الخليع ثم نقشي الى ثلاثين ثانية ونقشي الى الجوش كيف تخلط لها ذا المكونات مزيان نقشي الى الحشوة بالشكل نضيف عجين الشكل ثم نضيف مرقة المقصير نفرق العجين الى 4 8 القويرات نأخذ الكويرة الاولى نبسطها بشوية الزيت و نوضع كمية مع قولة من الحشوة نطوي على 4 ثم نأخذ الكورة الثانية و نبسطها بشوية الزيت و نوضع شوية الحشوة يعني ما نكتر و نوضع المربع الاول و هنا تكون تطوية التحت و نعود نطوي على 4 نعود هذا العملية الكورة الثالثة نفس الشي ثم الكورة الرابعة فهادي ما نديرش فيها الحشوة فقط نرشها بشوية الزبدة و هي اللي نجمع بها هاد المسمنة اول هاد المورقة ديالي نوضع دائما المربعات ثلاثة دائما الطوية تكون للتحت و نلف على 4 و نعود نفس الطريقة بالنسبة للمربعات الاخرى باش نحصل على مورقة تانية هاد المورقة ديالي هاد المورقة هاد المورقة و نلبسط في المورقة الأول ثم نضع المورقة الأول ثم نضع المورقة الثانية هنا ممكن نضعهم في الفرن يعني كتفرشوا ورقة طهي في الأنية كتفرشوا المورقة ديالكم في الجوش كنت نضعهم بأسفر البيض و نرشو زنجلان أو البغينا على حسب الاختيار و نضعهم مباشرة باش مكي يخمروش لانه فيهم محتيش في الخميرة باش يجيوا هكا مورقين و كتجي الابات رقيقة جدا هنا كما كتشوفو مني كنو كيتايبو ف يعني كتبتات كتنفخ و كتجي يعني كل ورقة مفرقة على الأخرى فوصفة لي سهلة و رائعة جدا في القرمة الشديدة ولا في الماداق و هكذا كنحصل على المورقة ديالنا اللي كنقطعهم قطع و كنقدمهم بصحة و راحة نتمنى نجرب الوصفة و الى فيديو آخر ان شاء الله دمتم في رعاية الله